لو بتكسلي من غسيل الموعين فهي وراكي وراكي اكيد مش هتقسل نفسها بالعكس دي بتتكاثر وبتنمو طول الوقت فهل الحل انك تسبيها تتراكم وتكسلي عنها وفي الاخر هتتدايقي وتكتقي بي طول اليوم بسببها مع ان احنا اكتر حاجة بتساعدنا حوض المطبخ وهو فاضي وعلشان حوض المطبخ عندك يكون فاضي على طول تابع الفيديو بكل تفاصيله واشترك معنا في التحدي السلام عليكم انا يا دق دق قناتي بتتكلم عن تنظيف وتنظيم البيت بأسهل طرق فلو حابة تصلك فيديوهات بافكار تساهل عليك شغل البيت نواريني بالاشتراك في القناة وفعلي زر الجرس ويلا نبدأ بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الفيديو ده هنعمل اول تحدي من تحديات شغل البيت والتحدي ده هو التخلص من الموعين باننا نستمر في غسل الموعين ونغسلها اول باول والحوض يكون فاضي على طول ولكن الفيديو مش هيكون تحدي بس لا انا هقولك على الخطوات اللي تساعدك ان التحدي يكون سهل عليك وتستمر فيه بالاضافة لشوية نصايح لغسل الموعين بطرق اسهل من غير تعقيد او مجهود وعلشان تشترك معنا في التحدي وتستمر فيه سجلي ده في كومنت بالتاريخ اللي شفت في الفيديو مش شرط وقت نزول الفيديو وبعد اسبوع اكد في الكومنت نفسه انك لسه مستمرة وقرري ده اربع مرات يعني لمدة اربع اسابيع وانا هرجع معكم التحدي كل اسبوع مع باقي التحديات ان شاء الله نيجي للخطوات اللي هتساعدك تنجز الموعين وما تسيبهاش تتراكم وتكسل عنها ورقم واحد هو خمس دقايق كفاية لغسل الموعين والسر فعلا في الخمس دقايق دول في اوقات مختلفة يعني علشان تضمن نظفت المطبخ اثناء الطبخ يبقى بدقي والمطبخ نظيف فخلي فيه خمس دقايق بس تهيئي فيه من مطبخ قبل الطبخ ولو فيه اطباق مكان الفطار تتغسل وتفضل حوض لان استخدامك لأدوات نظيفة من البداية وحركتك في محيط نظيفه رايق ده واحده بينجز معاك الطبخ بدل ما تكره الطبخ والمطبخ بسبب الموعين وده اول استخدام للخمس دقايق تاني استخدام هو خمس دقايق بعد كل صنف اثناء الطبخ لو عامل كذا صنف يبقى بعد كل صنف تغسل الادوات اللي استخدمتيها يعني لو اقطعت لحوم او حشتي فراخ وسبتها تستوي يبقى تغسل الادوات قبل ما تعملي اي حاجة تاني ولو عامل محشي يبقى تغسل كل حاجة استخدمتيها قبل ما تبدأي في حاجة تاني باستثناء لو في حاجة تستخدميها تاني زي الخلاط او الكبة يعني ما بين كل صنف تفضل حوض في خمس دقايق وممكن اقل ولو هتعملي حلويات تكون مخلص المواعين وتبدأي على رواءان لو عملت كده هتلاقي انك خلصت طبخ ومواعين في نفس الوقت من غير ما تحسي ومش هتبقى غير الاطباق اللي بعد الغداء ودول دي هم خمس دقايق انتو بتعملي الشاي والاستخدام الثالث للخمس دقايق ما تخليش مواعين في الحوض قبل ما تنامي وفقد الحوض في خمس دقايق هتبدأي تاني يوم بنشاط وانت نفسك مفتوحة وده من ضمن الجولة اللي بنعملها قبل النوم للبيت على السريع وتكلمنا على الجولة دي قبل كده في الفيديوهات الرابع استخدام للخمس دقايق هم الوقت الكسل ايوا ماهو الكسل ورانا ورانا ومش هنسلم منه طول الوقت بس مش هنستسلم فلما تكون مكسلة وعندك مواعين كتير قولي انك هتغسليهم لمدة خمس دقايق بس وبعدين هتسبيهم بس بشرط هتسابق الوقت واتطلع تقطب كلها في الخمس دقايق دول بحس تغسلي اكتر كمية واتحداك لو ما كملتش مواعين بعد الخمس دقايق دول لانك هتكون متحمسة وبتخلص بسرعة فهتشوفي انه سهل عليك انك تكمليهم وحتى لو ما كملتهمش سيبيهم وبعد شوية ارجع بخمس دقايق تانين اما عن اهم استخدام للخمس دقايق هو الاستغفار او انك تحددي ذكر معين تقولي في الخمس دقايق دول كده خلصنا من رقم واحد وهو سر الخمس دقايق بس بفقرك باللايك والاشتراك في القناة رقم اتنين حددي ادواتك واستخدامها وده معناه انك تحددي الادوات بتاعت الاستخدام اليومي وما تعتمديش على الكمية اللي عندك وتفضل تسحبي منها كل ما تحتاجي وتكتشفي انك استخدمت عشر كبات لشرب المية بس وطبعا كل اللي في البيت هيتصرف على هذا الاساس ما هو انت القدوة هنا فالافضل انك تحددي كبات المية وكبات الشاي وفنجان معين للقهوة وكمان المج وتخليهم في ضرف الوحدهم بعيد عن الباقي ده هيحدد استخدامهم اليومي وباقي الكبات تفضل نظيفة وجديدة ونفس الكلام ينطبق على الاطباق وباقي المواعين رقم ثلاثة عيد استخدام المواعين اسناء الطبخ يعني لما تسلق الماكارونا وتسبيها تصفي هيو في المصفى استخدام الحلة اللي سلقت فيها الماكارونا وعملي فيها البشاميل او الصلصة ونفس الطاصة اللي عملت فيها الطاشة مشطو فيها وحمري فيها اللحمة وكمان اللي غسلت فيها الرزة او الخضار اغسلي فيه خضار الصلطة وهكذا عيد استخدام الحاجة اللي شغال بيها علشان تقلل الكمية وطبعا مش محتاجة اقولك ان الخلاط والكبة تعرف استخدامهم ايه طول الطبخة علشان ما تغسليهمش وترجع تستخدميهم تاني ولكن خد يبالك مش كل حاجة ينفع نشطفها بس ونستخدمها تاني زي الأدوات اللي استخدمناها في فراخ أو لحمش مستوية دول بعد استخدامهم يتغسلوا كويس بصابون المواعين رقم 4 أدوات ما ينفعش تتركن والأفضل غسلها بسرعة حتى لو مش هتغسلي بقى المواعين في نفس الوقت زي الخلاط، الكبة، الهون، هرست التوم، مضرب البيض، الهند بلندر، المبشرة وكانكة الأهوة الحاجات دي لو تراكني تغسلها بيكون صعبة وبيعملوا زحمها وكركبة حوالين الحوض رقم 5 إبدأ طبخ بدري لأنك لو بدأت متأخر هتعمل الحاجة بستعجال وهتبهديلي وتكركبي حواليك أضعف ما بتبدأي بدري وكل ما الوقت يعدي التوتر يزيد وتفتح العلب ما تقفلهاش وتخرج الحاجة ما ترجعهاش مكانها ويبقى آخر هامك المواعين اللي بتتراكم فطبيعة زي من كركبتي أضعف العادي هتنظفي أضعف العادي التزمي بالخطوة دي خصوصا في رمضان 6 استخدمي أدوات تسهل عليك الغسل المواعين زي فرشة تفلي بها البواء اللزقة زي اللي في حالة الصلصة ومكان غلي اللبن وتنظيف الطصات الفرشة هتساعدك قبل ما تستخدم سبونج والسبونج هاتي الناعم للأواني اللي بتتجرح وبديل السلك الناعم هاتي السبونج الخشن ده حلوة قوي وعملي وكمان الستالس دي جميلة لحوامل وعيون البتوجاز والصواني الألمونيوم وطبعا خصص سبونج للكبايات غير اللي بتغسلي بها باقي المواعين 7 لو عندك مواعين كتير أو مواعين العزاية من معروفة يبقى حط ميا سخنة في طبق بلاستيك أو لو تحط جزئين حط فيه المواعين مع الميا السخنة وصابونه شوية خلد وبدأ بالكبايات وبعدين المعالق والأطباق علشان تضمني أن الميا ما تتوسخش بسرعة الطريقة دي هتخلي غسلهم سهل وسريع وكأنك بتشطفيهم ولما تغسل الكبايات وربعات والأطباق وربعات أيديك بتاخد على حركة معينة بتكرريها وأثناء شطف المواعين ما تشطفيش بالقطع اغسل الحوض وحط المواعين فيه وخلي الميا تنزل على المواعين كلها أنتو بتشطفيها 8 لماعي حوض المضخ بصابون وخلو كربونات الصودة من غير ميا افرق المكونات دي في الحوض كويس وفي الزوايا والحنفية واسيبهم من 5 ل 10 دقايق وبعدين اغسلهم بمية وهتشوفي حوض المطبخ بأمراية ولو عندك زيتاتري حطيه في مصف الحوض آخر اليوم هيخلي ريحة المطبخ تحفى 9 طبعا غسل المواعين يعني بهدالة الإيد خصوصا لو ذي وقت طويل فاهتمي بنبس الجلافز حتى لو في الأوقات الطويلة بس وخلي في صابون للإيد جنب الحوض بعد ما تخلصي تغسل إيدك وخلي فيه كريم ترتيب علشان ما تنسيش ترطب إيدك بعد الغسيل رقم 10 اسمي حاجة بتحبيها تخليك ما تحسش بالوقت ده لو المواعين هتاخد وقت زي قرآن، فيديو مفيد، بودكاست، كتاب مسموع دي أكتر حاجة بتخليني أدور على شغل في المطبخ عود أولادك إنهم يساعدوك في المواعين، وإنهم يغسلوا الحاجة اللي استخدموها، سواء بنات أو أولاد تحمل المسئولية وتأدية الواجبات للإثنين، أيوة هو واجب عليهم مش بس مشاركة ومساعدة لك الخطوات دي لو حفزت عليها، هتلاقي مفيش مواعين، والحط فاضي أغلب الوقت، ولكن مش كل يوم هيعدي وردي زي من أنت مخططة، وده طبيعي، هتلاقي في يوم حاجة طرقة حصلت والمواعين ترقمت المهم إنك ترجع الوضع زي ما كان بسرعة، والأهم إنه ما يكونش بسبب كسل أو تسوف منك أما لو في بيبي صغير زي حالاتي، فأنت في حالة طوارئ أعلى طول، وربنا معاك المهم ما تستسلميش ست البيت نفسها في غسلة أطباقة، ترحمها من كبوس المواعين، ولكن حتى لو عندها غسلة أطباقة وبتكسل، ممكن برضو تكون بتعاني بسبب المواعين اللي مش بتدخل غسلة الأطباقة أو إنها بتكسل ترسل أطباقة في الغسلة، ودي مشكلتها أكبر من المعندهاش غسلة وبتنجزهم أول بأول وما تنسيش إن وجود المواعين دي نعمة كبيرة، بتدل على إن في روح في المكان بالناس اللي عايشة فيه وغيرك يتمنى النعمة دي، ده غير نعمة الصحة اللي بتخليك تقدر يتخسل المواعين وغيرك تتمنى تقوم تعمل شغل بيتها وتمارس حياتها العادية وتفاصيل يومك اللي بتدايقك فكل ما تدايق من شغل البيت، احمد ربنا على النعمة الكتير دي وأخيراً، لو عندك رأي أو نصيحة ممكن نستفيد بيها كلنا، اكتبيها في كومنت إحنا كلنا هنا بنفيد بعض، وأنا قبل ما واجه الكلام لكم بواجهه لنفس الأول وبفكرك تثبت وجودك في التحدي بالتاريخ اللي شفتي فيه الفيديو واستنوا باقي التحديات، ولو عجبك الفيديو كان مفيد عبري عن شكرك باللايك وما تنسيش الشير والاشتراك في القناة وطبعاً اصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مع السلامة